لذلك نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع دينا شرف طفل الدين شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تاجرينتش موجز الأخبار من التلفزيور المصري أهلا بكم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي صدفته بكين خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري وكان مدبولي قد حضر الجلسة الافتتاحية المنتدى وعددا من الجلسات الأخرى رفيعة المستوى فضلا عن إلقائه كلمة مهمة في جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء وفي الوقت نفسه شهد مدبولي توقيع على خمس مذكرات تفاهم لإنشاء ثلاث مصانع لتصنيع كبلة الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات وثلاثة مراكز لتصدير خدمات التعهيدة وإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي ومركز بيانات وأربعة مراكز ومعامل لتدريب وبناء القدرات أدانت مصر قتل القوات الإسرائيلية الناشطة من أصول تركية إزينار إيجي جنوب وذلك في جنوب نابلس في حلقة جديدة من مسلسل اعتداءات الإسرائيلية المستمرة وتقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة والأسرة الشهيدة في مصابيها الأليم وأكدت مصر أن تلك الجريمة تعد مثالا جديدا على انتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم تضاف إلى ما يلقونه من كافة أشكال العنف والاستهطار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة وأستنكرت مصر ما يواجهه المجتمع الدولي من مأزق أخلاقي غير مسبوك نتيجة الفضاء التي ترتكب في حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار عقود طويلة دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل ناشطة تركية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دو جاريك أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف كما أشار إلى أن التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات لافتا إلى أن إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين استشد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات وقصف إسرائيلي فجرا استهدف مدرسة تأوي نازحين في جبالية النزلة شمال قطاع غزة وعدة منازل في مخيم نصيرات وفي مناطق غرب مدينة غزة وأيضا في خان يونس أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 15 آخرين في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعودية في جبالية النزلة شمال قطاع غزة كما وصل خمسة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم نصيرات هذا وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في منطقة قاع القرين جنوب خان يونس ما أصفر عن سقوط شهداء وجرحة قال الرئيس الوزراء الفرنسي ميشال لابارني إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يقتصر على شخصيات منتمية لطياره السياسي المحافظة وستشمل أعضاء من طيار الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس إمانوير مكرو وفي أول مقابلة بعد توليه رئاسة الحكومة عقب تعيينه أكد بارني أن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة في البرلمان المعلق سترحب أيضا بعضوية منتمين إلى طيار اليسار أكد رئيس الأوكراني فرودمير زيلينيسكي أن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده ضرورية لقوات الدفاع الجوي والقدرات المدرعة وأثنى زيلينيسكي على جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزبين في الكونغرس والشعب الأمريكي بشأن حزمة المساعدة الأمنية التي تم الإعلان عنها ومعتبرا أن المساعدات الأمريكية أنقضت بالفعل ألاف الأرواح الأوكرانية يدلي الجزائريون اليوم بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد يتولى سدة الحكم خلال السنوات الخمس المقبلة ويتنافس على الفوز بأصوات الجزائريين في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي والمرشح المستقل عبدالله المليد تابون ورئيس حزب حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف والأمين الأول حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيش وتجرى هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات التي تعهدت بالالتزام بالحيادية وتنظيم انتخابات حرة ونزيها ورياضيا استهل المنتخب الوطني لكرة القدر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالفوز على منتخب كاففردي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة التي جمعته مع على الساد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للتصفيات وأحرض ثلاثية المنتخب الوطني رامي ربيعة في الدقيقة الثالثة والعشرين وعمر مرموش في الدقيقة الخامسة والأربعين وإبراهيم عادل في الدقيقة السبعين وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد ثلاث نقاط وحل منتخب مصر في الجولة الثانية ضيفا على منتخب بتوانا يوم الثلاثاء المقبل فيما يصدف منتخب كاففردي نظيره منتخب موريتانيا ختم ومجة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة